أعتقد أنه ليس هناك مجال للشك أن هذا المجلس الرئاسي وهذه الحكومة ليست بتوافقية وأنها تحادي طرف على حساب طرف هذا لمن ذهب في هذا الاتجاه فكون أن السراج خرج من رحم عملية الكرامة وخرج أيضا من رحم هذا البرلمان الذي استدعى الأجنبي على ليبيا ليس بغريب عليه أن يكون الأمر بمكالين بهذه الطريقة أيضا ما رأيناه من تودد السراج ولاته خلف حفتر بالرغم من أنه لا يعترف بالعملية السياسية ولا يعترف بالاتفاق السياسي جملة وتفصيلا بل لا يعترف بالحوار من أساسه ما نراه المتحصر ليس أنه متحصد على بلود في الحوار أو على مواد في الحوار بل هو يرى بالحسن العسكري وقالها من وضعه في المجلس الرئاسي مرشح القيادة العسكرية الزطراني قال أنه من المؤمنين في الحسن العسكري وهذا الإسبوع أيضا نسمع في عالية للاتقبال عضو البرلمان أيضا يقال هذا الأمر بالحسن العسكري وكأنه لا وجود في حوار سياسي من الأساس فهي مسألة تملق ولهت خلف حفتر وخلف القوى التي يمثلكها حفتر على وجه القصوص وأيضا المسألة تتماهى مع مشروع الثراج نفسه في ظل غياب من قالوا أنهم يمثلون الصرف الذي كان يمثل القوى التي تم العجوم عليها نرى صمت لهم من نرى هذه الإدانات إلا بيان كان إدانة في القصف على سماهن ثم خفتت الأمور وانتهى كل شيء وطمت بعم مطبخ وكأنهم يمثلون فقط الرغبة الدولية عندما تكلمت تلك الدول وقالت أن الهجوم على سماهن ثم لا يقع بين إطار محاربة الإرهاب التي يستعي حثر أنه يحاربها خرجت هذه الجنوة وعبرت عن استيائها وعندما قالوا أن هذه مجزرة وتلك الكلام الذي روجه الإعلام وضخما منه وخرج المجتمع الدولي وخرج كبلر يطلب التنديد الكل مددى والكل انساقة في هذا الإطار القصف على الجنوب الآن على الجفرة في اليوم الواحد أكثر من ثلاثين إغارة وهو يقصف عليه ماتت نساء وهدمت بيوتر أينها ومع ذلك ثمت مطبخ صواح من مجلس الدولة أو من تجمع سياسي نواب مصراتة أو من بلد مصراتة أو الخلاصة أنه سياسي نعم